اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويشبعوا على الآخر تنجموا تعملوهم باللي تحبوا هنا بأي حشوة تحبوا عليها لكن انا نخير الحشوة اللي بش نراها مع بعضنا في الفيديو بالنسبة للعجينة بش ناخذ الربو بش نحط فيه 600 جرام فارينة عليهم غرفة صغيرة مليانة خميرة خبس متكثروشة ورشة ملح تنجموا تزيدو شوية زيتونة انا ما زلتش جس عجنتها باللحليب يكون دافي حكاية 350 ملي المهم اللي انت تحصلوا على بات ترية ومعجونة مليح حديدها على الأول نيفو 1 تتبسس وبعدين قويت النيفو 2 بش تكمل تعجن تولي بات ترية ليستعمل 66 كيف المهم راهو السر البات لكين تعجلينا يبسع راهي مجيكمش معناتها هشيشة لازم تكون ترية بالطريقة هذي شفتو كيفيش بهم نخلي هش ترتاح بشوية زيتونة هكيكا تحتيني تتوقع أكثر بيش نجم نقصها ونفورمها ونطلقها بالقلقال كورتها كويرات صغار بش نبدي ونحلو بالقلقال هكا لينا تحصلوا على بات لازم تكون رهيفة معناتها مش رهيفة لدرجة انها تتقطع ومهي جسميكا بش مجيكمش معنى تنبط ناسر بالبات فمتونيش نقصده نترحوها بالقلقال بشوية الكل وساعة ساعة حطر احنا البات متاعنا مرتحتش ان رايحوها بيدينا بالطريقة هذيه هي تترخال البات متاعنا وتمشي مبعد في الحلين ساهلة على الاخر دونك لهنا بش نبدأ نخدم الكعبة لولا والبقية بش نغتيهم بمنديلة بطبيعة بش ما يدخلوهم مش لهواء فضروري لهنا نغتيوها بمنديلة ننضيفة نكمل نحلها بيدي البات هذيه ونخلي التاجين يسخن ونرمي البات مطيب دونك بش تلاحظو اول ما نرميها ديريكت بش تعمل هيك الفقاعات متاع لهواء مامبا معناتها تقيقة من كل شيرة انطيبوها معناتها هي تتخرج الفقاعات هذي وهنا نقلب بش هكيكا تقيقة تقيقة كل مرة نقلب حتى الوين نعرفوها سيئة معناتها باتشة تروحها وبرسك تابت دونك بش نتعطي الحشو هون يخديت بصلتين كبار قصيتهم جوانح رشة ملح رشة فلفل اكحل تايش يزيد نزبلوهم حتى الوين يتكرملوه نخليهم على جنب العجينة متاعي كمل طيبت الكل حصلت عليك عيبة تاكوس دونك كل كعبة بش نشد نقصة مها في زوز والحشو هون اخترت بش تكون جسد اهريسة حرحروها شوية فيها توزيزة خفيفة يسرب نينا مع شوية مايوناز شوية جبن موزر لأي نوع جبن متوفر عندكم وبطبيعة بالتن تنجموهون يتخذو اسكالوب جيج معتها تفرموه وتفوحوه وتطيبوه مع شوية ثوم وبصل في عوض التن لكن انا كيما قلتلكم باقل وقفة في الكوجينا تن اسهل شيء ويعجبني تن الحقيقة والبصل الاغلاع هذية زاد فيها بنا مش عادية كيما شفتو شديد كل نص شوية هريسة شوية مايوناز شوية بصل بمذبل مكرمل يسربنين وبرشة جبن شخشخوها بطبيعة موزاريلا اينا حتيت وبطبيعة لهنا زاد ترانشات متاع تن نحاولو نفرسيو من الاطرف معانيتها مش في نص البات من الاطرف باش نبعد تاراو طريقة التشكيل كيباش باش نتحصلوا عليها مثلثة هوني كيما شفتو كومت الفرس الكل اللفو الشيرة اللي من غادي نطبيوها ونبدو نلفو بالطريقة هذي ما تستحقش تفسير برشة طريقة اللفين لانه سهلة نسكروا لجناب اللي من اليمين وبعدين نبدو نلفو هاكيه على شكل مثلث كيما ورقة الصمسة معانيتها كيف كيف نفس الطريقة وهيكا زاد ندخلوها الداخل باش تسكر على الحشو وهكيكا ما تسوخناش وقت تبدأ طيب وتبدأ شكلها مزيان ويسربنين موسيقى حذرت الكعيبات الكل كيف كيف التاجون متاعيه على نار هيدي اقلبت الشيرة باش يديني هيكا اللحافة مزيانة دونك تقيقتين ثلاثة دقايق من كل جهة تاخد تحميرها مزيانة وشوفو كعيبات التايكوس كيفاش خرجو راهي الباتة هشيشة والحشوة بنينة وهيكا اللي بصلي مذبل معه هيكا رشة المجبن والهريسة بنا 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 بربي جربوها وتفكروني وجبة سريعة خفيفة ياسر بنينة لازمكم تجربوها صحة وبشفية بالمصدق نخليكم مع البنا هذي على امل نطلقه في فيديوهات اخرى باي باي وسلمة